موسيقى أهلا بكم وسوتك واصل الحقيقة يعني خلونا بس الأول أقول لكم الطريقة أو الوسائل التواصل اللي بيننا في صوتك واصل اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي أو اللي ظهرت دلوقتي على الشاشة أنا هبدأ برسالة على الخاص حدث فجر أول أمس السبت عشر سبتمبر 2022 تم اعتقال السيدة رباب الصباحي محمود 32 سنة مريضة بالصرع أم لطفلة عمرها 8 سنوات زوجها معتقل منذ سنوات موجودة الآن في مقرات الأمن الوطني بالمنصورة رجاء الأستاذ ناصر تكلم عن الزوجة ممكن الضغط يعني يأمل حاجة حدث فجر أول أمس السبت عشر سبتمبر 2022 تم اعتقال السيدة رباب الصباحي وهي رباب الصباحي محمود 32 سنة مريضة بالصرع أم لطفلة عندها 8 سنوات زوجها معتقل منذ سنوات موجودة الآن في مقرات الأمن الوطني في المنصورة وده يكذب أي ادعاء السيسي بيطلع يتكلمه عن المرأة الفجر ضد المرأة المصرية لم يحدث في التاريخ المصري إلا على يد السيسي جر البنات والستات إلى مقرات أمن الوطني جرهم إلى المعتقلات حبسهم اسألوا ماهينور عشان بس ما يقولكش إيه بيحبس الإخوان لا تصالح لا ده ماهينور مش إخوان ماهينور المصري ماهيش إخوان خالص على الإطلاق لكن اعتقلت لسنوات النهاردة بيعتقلوا سيدة عمرها 32 سنة عندها سرع وأم الطفلة دي الرسالة أرجو من رجال الأمن الوطني أنهم يبتقوا ربنا يعني يعني أرجو من رجال الأمن الوطني أن يكون فيهم واحد خايف من لقاء ربنا يعني ده الحرامي الحرامي لو سألته كده بينك وبينك هتلاقيه خايف من ربنا لو فيه في الأمن الوطني راجل زابط خايف من لقاء ربنا أنه يسأل عن ده يعني فيتاق الله في الست بس ويطلعها هتعمل ايه ستة عندها سرع يعني بتخوفكم في ايه ستة الستة هتعمل ايه يعني أنا قلت اللي عندي خلنا نشوف شكوى في كامل وزير واستغاثة من سيناء وما يجري في مدريات التعليم كل ده هنشوفه دلوقتي في سوتاكواصل وزي مولتوركو تقدروا تبعاتلنا على الأرقام اللي شفتنا دي ميساء من القاهرة دي أول رسالة هتتكلم عن الغلاء الأسعار ميساء بتقول أستاذ محمد لو سمحت دي ميساء اتكلم عن سعر كرتونة البيض عندنا في مبابة بسبعين جنيه وكيلو الرز من خمستاشر لتمنتاشر جنيه وعلى فكرة أبو خمستاشر مكسر وطعم وحش أبو خمستاشر مكسر الرز يعني مكسر وطعم وحش ما بلغتش ميساء على فكرة ولا ضربت أرقام في العالي ما أفورتش يعني دي الأسعار فعلا في المشارات أو سعر تكرتونة البيض يزيد في الشروق عن سبعين جنيه المستالكين طب يا طبعا ليه بقى ليه كرتونة البيض بسبعين جنيه وانت طالع من أسبوع طالع من أسبوع يعني قال عبا عزيزة ليس ان السعر طبق البيض في المزرعة باربعه 60 جنيه ونص رغم أن تكلفتها تبا ليه 60 جنيه وان السعر يزيد على 70 جنيه كمان ليه كرتونة البيض بسبعين جنيه وانت طالع من أسبوع يعني تاجر بعتلينا احنا شكوى وعرضناه هنا بخصوص ارتفاع شوال العلف عرضنا الشكوى هنا ومن يومين طلع رئيس شعبة الدواجن بنفسه وأكد الكلام رئيس شعبة الدواجن يكشف السعر في المزرعة البيض لأن العلف في الأسبوعه مصطفى بكري ومحمود بكري لأن العلف زاد زي ما قال الراجل في الخبر ده طب الناس تاكل ازاي لما سعر كرتونة البيض ب70 جنيه وكيلو الرز أبو 15 ما يتكلش ب18 جنيه قال اهو السيد خيال حواره أن عدم الإفراج خيال فتر ماضيع عن حويات العلف قدر اتفاع سعره ولكن صدر توجيب الإفراج عن حويات طب ده الكلام ده من أسبوع ها ما ينزلش ليه سعر البيض اللي بينزل ما بيطلعش وكيلو الرز ب18 جنيه ده الرز ده كنا من العز بنعمله رز بلبن يعني مش بنطبخ بيه بقى ده عم نعمله أطباق رز بلبن والله العظيم ده الناس كان بتشتريه في السنة على رأيه في بحري يشتروا الشوالين 3-4 وهي مرة واحدة في السنة وخلاص ويحطوا عندهم أنا فاكل عندنا في السعيد الرز ده من رخصه كنا بنعمل رز بلبن يعني مش بنأكل بقى رز أما الطبق الكشري بكام يعلي ما هو الرز ده قوام الكشري كشري يقبار عن مكورونا ورز وإيه حاجات تانية حمص يعني وعاتس طبق الكشري بكام فيه شكوى والله العظيم يا ميساء أنا معرفة عمل إيه والله العظيم بس كويس نجبعت لنا الأرقام لأننا عايزين إحنا محتاجين نحس بالناس والله طيب فيه شكوى الحقيقة في الفريق كامل وزير وزير النق اللي السكة الحين عندنا شوف بقى بيقول إيه بقى الراجل ده على بيقول يا ريتي جمال من اسكندرية يا ريتي يا ريتي محمد تكلم عن آخر افتكاسات السكة الحديد لسرقة المصريين إنت لو عايز حجز من اسكندرية أو القاهرة لأي محافظة من محافظات السعيد أسيوت ولا سواج ولا جنة يقولك ما فيش تذكر غير الأسوار وبيدفعك أجرة أسوار يا سنة سوخة طبعا فيه ناس مش متصورة النصبه فين أسيوت يعني إنت بعد ما تسيب الجيزة الجيزة بني سويف المينيا أسيوت سواج جنة لقصر أسوار هو حسب اللي بيقول أستاذ جمال من اسكندرية مش أنا إن انت عشان تحجز لأسيوت أو لجنة أو لسواج تقطع أسوار آخر محطة تبليه كامل بيه وانت مش كفاية قارف الناس وبتعطلهم ساعات في انتظار وكل شهرين السك الحديد تنزل أوقات انتظار جديدة أو قادي صورة المركز الإعلامي سين حاهميم موقف التهديدات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس ثلاثة اتنين نظر لما تنجزوا الهيئة كذا كذا الخط هيبقى كذا كذا خط المنصورة اليوم شبين الأناطر الزئزين وتعتزل الهيئة مش كفاية وبعدين في سبتمبر بقى ده في فبراي في سبتمبر بقى موقف التهديدات والتأخيرات المتوقعة نظر لما يتم إنجازه ومش عارف ايه كذا كذا متوسط تأخير القطارات في خمسة تسعة اللي قال سبتمبر ده الشهر ده خط القاهرة سكن ده ستين دقيقة تأخير خط القاهرة السيوت ميت دقيقة تأخير خط السيوت أسوان تمانين دقيقة تأخير خط يعني اللي مسافر أسوان هيجي يقف في الانتظار ميت دقيقة من القاهرة يعني لو أنت في القاهرة ورايح أسوان هتوقف ميت دقيقة لأنك أنت طلع على على السيوت هتنتظر بتاع السيوت وبعدك هتنتظر تمانين دي يعني مية وتمانين دي انتظار بس لو صدق الأستاذ جمال اللي في اسكندرية لقيت لنا أنه عشان تقطع السواج تذكرة الأسيوت أو سواج أو جنة أو لكسور أو أسوان تقطع تذكرة أسوان ياخد منك تذكرة كاملة أسوان وتنزل انت بقى أسيوت ده اللي بيقوله جمال من اسكندرية هل ده حقيقي؟ ابعته لنا وقوله لنا ده حقيقي ولا نروح لسهاج بلد الموين عبد الرحمن بيقول بعت لنا فضيحة بمستندات تخص مديرين في التربية والتعليم وأعضاء مجلس سيوخ اختلاصات وتسطر على بعض وعلى عينك هو بيقول نشوف عبد الرحمن بيقول إيه قاله الأستاذ المحترم محمد ناصر أنا بعت لحضرتك ما زالة بتحصل في منظومة التربية والتعليم بالتعاون بين مسؤول التعليم بإدارة الباليانة وإدارة جرجة التعليمية ونواب مدلس سيوخ محافظ السعاد المهزلة دي بالمستندات رئيس العلاقات العامة بإدارة الباليانة التعليمية اسمه علاء أحمد أبو المجد بيروح بالليل وهو لابس نقاب لبيت واحدة بتشتغل معها في نفس القسم ونفس الإدارة ولما الناس أخذت بالها بعد خرج من بيتها واحدة بتشتغل معاها في نفس القسم ونفس الإدارة ولما الناس خرجت أخذت طريح المعتبرة ضرب وتقطيع عدود من شباب وقال القرية بعدين تدخل النائب أحمد فوزي عبد الكريم عدو مجل الشيوخ وآخرين لهذا المسؤول وطلبوا تكليفه مدير للشيوون المالية والإدارية بدون أخذ أي إجراء واشترك معهم مدير إدارة جرجة التعليمية عاصم مرزوء محمد المدير السابق لإدارة البليانة التعليمية وأصلا وده أصلا نقل السيد وكيل وزارة التربية التعليم بسهاج بعد الحكم عليه باختلاس مليون ونصف مليون جنيه من المطبع السرية بالبليانة وكان المسؤول ده علاء الإيد اليمين لمدير الإدارة عاصم بعدين نقلوا السيد عاصم به لإدارة جرجة التعليمية وعلما بأن السيد عاصم مرزوق عنده حكم خاص من 15 يوم بسبب محكمة تقدمية والمفروض يتم عازله لكن هي دي سياسة تربية التعليم فماذا ينتجون هؤلاء من أجيال البلد تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ده حكاية بزراميت في سواج ممكن تقبل أو تشكك في الكلام الراجل لكن الراجل بعد فيديو ونخليني نشوف الفيديو مع بعض إيه بقى الفيديو ده الفيديو اللي بعته الأستاذ عبد الرحمن من سواج وبعت كمان صور مستندات تواطق مسؤولين بمدير التربية والتعليم في سواج وعضاء مجلس شيوخ نشوف كده الصور السيد الأستاذ مدير إدارة التعليم والتعليم والتعليم في سواج مرفق الطلب الوارد للسيد اللواء والوزير المحافظ من السيد علاء أحمد أبو المجد محمد أخصي أول ويعمل رئيس قسم العلاقات العامة بديوان إدارة الباليانة التعليمية والذي يلتمس الموافقة على تكليفه مديرا للشؤون المالية والإدارية وذلك كما هو موضح بالطلب والمزكة من النائب أحمد فوزي عبد الكريم أدو مجد الشيخ وآخرين أدو الطلب عصامي الليسي السكرتيل العام ما عرفش أنا أقول تاريسي اتصال سياسي لا معالي وزير سواج مقدم سواجيكم علاء أحمد أبو المجد أخصي أول وعلى الدرجة المالية الأولى وأعمل حاليا رئيس قسم العلاقات العامة بديوان إدارة الباليانة التعليمية أرجو من سيركم التكرم بالموافقة على تكليفه مدير الشؤون المالية والإدارية بإدارة الباليانة حيث أن القائم بالعمل قد بلغ سن التقاعد علاء أحمد مجد الوظيفة رئيس قسم كذا للعرض على السيد اللواء الوزير المحافظ مش عارف إيه كده ودي الختمه آه الختم ده بقى اللي تحت ده ركز بقى معايا الختم ده أنور أو نور أبو ستيت النائب وقادي قبة مجلس الشعب ده عامل ختم نفسه قد ومجلس نواب وقادي رقم الأدوية تحت الختم المدورة النائب نور أبو ستيت